كلاكما شريك في ملف اقتصادي واسع وكبير وعايز اتكلم شوية على مسألة الزراع أو القطاع الزراعي في مصر احنا هنعمل ايه؟ او توصياتكم؟ او البرنامج بيشوفها ازاي؟ طيب خلينا نتكلم بس بان انتقلنا للملف الاقتصادي كلنا اتفقنا تماما ان الاقتصاد من اهم التحديات الموجودة في الفترة القادمة ورئيس القادم تأكيدا بس على مدخرة حضرتك قبل قليل هو برنامج للرئيس القادم الذي لم يحدد بعد صحيح فبالتالي ايا كان رئيس القادم النهاردة وديك الدلالة النهاردة ان تم تسليم هذا البرنامج للاربع مرشحين او اربع حملات مرشحين في تقييمة في نفس الوقت فدي نقطة مهمة جدا نتأكيد عليها هنرجع للملف الزراعي خلال الفترة اللي فاتة تيمكن الزراعة خدت مساحة كبيرة جدا من اهتمام الدولة المصرية وشاهدنا ده بشكله قوي وبالذات تم تسليمت الضوء عليها بعد التحديات العالم واجهها سواء كانت جائحة كورونا او ان كان بنتكلم كمال على الحرب الاوكورنية الروسية فالناس بدأت تتوجه الامن الغذائي الامن الغذائي وقيمته تأثيره وازاي انه بقى بالفعل عالم كله بدأ يواجه تحدي مهم جدا متعلق بالامن الغذائي وعلى هذا الاساس كان لما طرحنا هذا البرنامج او بدأنا ان احنا نصير سواء كانت المخرجات من الجوالات او حتى كانت رؤيتنا داخل التنسقية رأينا ان الملف الامن الغذائي هو ملف امن قومي في المقام الاول وعلى هذا الاساس كان لدينا بعض الرؤى اللي تساهم بشكله وباخر في تطوير هذا الملف يمكن ابرز هذه الرؤى كانت متعلقة بفكرة الزراعات التعقدية يمكن الدولة المصرية الفترة الاخيرة بدأت يعني تفاعل الى حد ما قانون الزراعات التعقدية او مركز الزراعات التعقدية ولكن نحن نرى انه لابد من انشاء هيئة مستقلة تكون معنية بهذا الملف وهو هيئة مستقلة للزراعات التعقدية ويكون دورها رئيسي تفعيل المادة 27 من الدستور اللي ملزم اساسا للدولة انها ازاي تحمي المزايا بشكله اخر ودي النقطة التانية ان احنا نرى ان الركن الرئيسي في العملية الزراعية هو الفلاح فرأينا ان مهم جدا يكون هناك وثيقة تأمينية للفلاح وتكون الوثيقة دي مبنية على انها ازاي تقدر توفره لمعايش بعد سن ستين ازاي تحميه بشكل او باخر تقدم تعويضات في حالة مثلا اصابة عمل او غيره شيء من الامان للمزايا او الفلاح رأينا ان هناك كمان بعض التحديات المتفق عليها في العالم كله بهذا الملف او هذا القطاع القطاع الزراعي زي التغيرات المناخية زي التحديات المائية وغيره وغيره وتفتيت الوقع الزراعية فرأينا ان مهم جدا ان يكون كمان التوسع في الاسطلاح الزراعي يكون بالتنصيق ما بين القطاع الخاص والدولة وبالتالي يكون هناك التناغم بشكل او باخر علشان نقدر ان احنا نحقق التوسع بشكل او باخر وطبعا ازاي نتوسع كمان في التحديات المائية نواجهها ازاي من خلال توسع في راية الحديث كمعان تشتركين بس مش واخدين بالكم يعني احنا نفت بال حضرتك احنا كان في فريق العمل الحماية الاجتماعية للمزارع والفلاح فكرة التناغم ما بين الدولة وبين القطاع الخاص في التوسع لا ده 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 كلام بقى اشتراكيات ده كمان ازيد من الشعر بيت يمكن تأكيد اللقية حضرتك لما اقولك ان احنا فكرنا بشكله قوي ان احنا نفعل دور تعاونيات والتعاونيات تساهم بشكل او باخر تعال اعوه جنب تساهم بشكل او باخر التعاونيات فيتم يعني طالبنا في هذا البرنامج بتأسيس هيئة مستقلة للتعاونيات او هيئة وطنية للتعاونيات الهيئة ده اتفاعة للتعاونيات والتعاونيات يكون لها دور سواء لو تتكلم مع قطاع الزراعي فقط تساهم بشكل او باخر في تسعير المنتجات الزراعية وتسويقها ووضع خطة التوسع فيها مع الدولة لها وقية او بشكل او باخر علشان في النهاية طالبنا ان يكون في القطاع الزراعي آلية او لجنة وطنية يتم تشكيلها لاعادة النظر في آلية توزيع الاسمد ودي كانت نقطة مهمة جدا لانه من اهم مدخلات الانتاج الزراعي هي الاسمد فرأينا ان ازاي مهمة جدا ان احنا يعني زي ما يقولوا كده نقضي على هذه المشكلة بان احنا يكون يتم اعادة النظر في هذا الملف بشكل و باخر اذا ما رأينا مثلا طبقا لكل البيانات اللي بتطلع ان احنا عندنا وفرة في الانتاج تقريبا ضعف اللي نحتاجه ومع ذلك عندنا ازمة في التوزيع فدي نقطة برضو محتاجة اعادة نظر بشكل و باخر عشان نزود القيمة المضافة لمنتجاتنا الزراعية بشكل عظيم